نعم هذا العطاء والمحبة لكل اللاجئين أينما كانوا في العالم بالضبط أجل وقت لنحكي كمان بشوية فن في هذا اليوم بالآخر الفن بعطينا مساحة من التأمل وبيخلينا نطلع على أنفسنا وبداخلنا ببعد جديد كمان فعلا دوريد والحكي هالمرة عن معرض كاليفالا الملحمة الشعبية الفنلندية كيف وصلت الملحمة الشعبية الفنلندية لمعرض عنا هذا الشيء اللي بنا نكتشفه مع بعض ونعرف ليش وكيف فمنصبح بالخير على المصمم فادي ضو صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا صباح الخيرات فادي أهلا وسهلك من إبداع لإبداع من كل مرة بتطلع علينا يا خي مظبوط وفكرة هذا المعرض جدا كانت جميلة يعني من قبل ثلاث سنوات عندما قام الفنان كميل ضو بزيارة متحف يومين كيكو في كوهمو في فنلندا وأصحاب المتحف نفسهم أعجبوا بالحرف العربي ومن هناك بدأت فكرة جلب الحرف العربي أولا لأوروبا وبعدها إلى حيفا كاليفلا هذا هو المسمى لهذا المعرض صحيح كاليفلا ماذا تعني أنا بعرف بس إنه المشاهدين كاليفلا هي الإسم الأصلي لفنلندا وهي عمليا الملحمة الشعبية الفنلندية الملحمة الوطنية التي جمعها الطبيب إلياس لورنوت أصل لبناني هو هو كان في يعني عاش في هذا أنت عم تحكي عن الترجمة 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 لسحبان أحمد مروى التي ترجمة الكاليفلا إلى العربية شكرا وإذا منأخذ الكاليفلا كقصة شعبية ترجمت إلى أكثر من ستين لغة يعني عم نحكي هنا عن عمل وطني اللي هو جدا كبير بالنسبة للشعب الفنلندي وهي الكاليفلا التي ترجمت إلى ستين لغة عندما هذا المتحف يومينكيكو المختص بهذه الحضارة رأى الحرف العربي والخطوط العربية أحب جدا ما رآه حتى إنه الرئيس المتحف مع وفد أتوا حتى يفتتحوا المعرض هون في حيفا وأيضا من السفارة الفنلندية رحبوا جدا بالفكرة وكانوا موجودين لأنه إحنا كتير استغربنا لما علاقة المعرض شو العلاقة فنلندا فينا وتحديدا يعني حتى في رسومات في رسومات هنا الخط العربي موجود داخلها موجود فيها شو السر صح في زيارات الفنان كميل دولة فنلندا طبعا منعرف أنه زوجته فنلندية ومن نفس البلد الموجود فيها المتحف فكاليفلا عمليا هذا المتحف عندما زار الفنان كميل دول المتحف ورأى هناك الجمهور عمليا الخط العربي بهته من هذه الجمالية الحرف الذي هو يعني منقدر إحنا نطوعه منقدر نبني منه أشكال وهون ميزة المعرض أنه إحنا مش عام نحكي بس عن خط عربي ككتابي وإنما كلوحات حروفية وفيها أشكال وفيها قصص عن الكاليفلا يعني الكاليفلا هي عمليا أبيات شعرية أكثر من 22 ألف بيت التي جمعت بالقرن نصف القرن التاسع عشر ومنها بدأت هاي القصة حتى كمان تنتشر في أنحاء العالم يعني هي عمليا قصة شعبية فلندية ولكن معروفة في العالم وفكرتها كان أنه مش بس نجيبها تبلش بفلندا إلا من نجيبها على حيفا وإن شاء الله كمان تروح لرمالة يعني وترجع لهون كمان بنوع من الشهر الجاي رح يكون الشهر الجاي عمليا إحنا عم نرتب للمعرض في رمالة ولكن إحنا منتأمل كمان أنه هي تكون سلة التواصل بين حضرات وبين الخط العربي والثقافات الأوروبية والأجنبية لأنه البفك الخط العربي هو جدا جميل مية بالمية وحكينا اليوم تحديدا عن نطبا حكينا كثير عن اللغة وعن الهوية وعن الفن وقداش كله مرتبط يعني هذا المجال دوريد بالتواصل بين اللغة والثقافة وهذا الدمج بين ثقافة فلندية والثقافة اللغة العربية فادي بدي أسألك طبعا أنا عمل ضخم عم تحكي عن 22 ألف بيت لملحمة شعرية اللي هي كمان موروث ثقافي غربي شو التحديات والصعوبات اللي كانت عمليا إذا واجهته طبعا يعني بهاي المرحلة لمعرض من هذا النوع معرض اللي هو عمليا ما بيخاطب خلنا نقول الثقافة المحلية الموجودة هنا بكل ما يتعلق بالفن مضبوط كان تحدي كبير يعني الفنان كميل دو كمان نفسه بيحكي بس قرأ هاي البيوت الأشعار يعني يمكن لمدة نصف سنة لم يمسك القلم يعني حتى أنه بس يتعلم ويعرف إيش هاي الملحمة اللي عمليا أساسها السلام لأنه عادة الملاحم الشعبية هي بتكون فيها حروبات فأساسها هون السلام والمحبة والحب فكان يعني من الحلو أنه كمان نجيب الخط العربي أول إش نكتب الملحمة هاي اللي هي أساسها السلام بالخط العربي وتكون كمان زي رسالة سلام طبعا للشعوب هون يعني حتى الرئيس المتحف نفسه أول ما شاف الفكرة قال أنه أنا لازم أجيب هذا المعرض بعد ما يخلص من عندي كان على فكرة أربعة شهر بفنلندا وأتوا جدا يعني ناس في الصيف وشافوا المعرض وبهيتوا يعني منسمع أصداء كمان جميلة جدا فقرر رئيس المتحف أنه يجيب المتحف على حيفا وعلى فلسطين على عملية المدن حتى كمان تكون تجلب تقات السلام وتجذب المطلقين من الجهتين يعطيك العافية مبسوطين فيكم دايما رح نيجي على المعرض إن شاء الله بحيفة بنيسان المقبل معرض الحروفية كاليفلا كاليفلا هيك بلوفزوها في الفنلندي فهذه جزيلا شكر لإلك شكرا سلامنا لألفنان كاميل ويعطيكو ألف عافية منفخر فيكم دايما شكرا لك شكرا بالتوفيق بالمعرض معرض جميل يعني دوريد حلقة مليانة هوية ثقافة حب لغات فن خمسي خمس لغات خمس لغات كلن كلن اللمس وال اللمس قلنا الكلام والقدرة على المساعدة والهدايا شفت أنا حفزت انت حب الهدايا تمام لهيك خلاص نهارنا لهذا اليوم كانت حلقة مليانة متل كل يوم متأمل انه استمتعتوا معنا منصاتنا الموجودة مساواة شانل تويتر قناتنا على اليوتيوب وايضا في الفيسبوك كملوا تابعونا هناك شكرا لأمتابع لأمتابعكم مشاهدتنا وكملوا احكوا بالعربي وكملوا افتخوا باللغة العربية وهذا محور الأساس كان اليوم صحيح دوريد شكرا للمتابعة ونلقاكم غدا في نفس الموعد وانتظرونا شغفنا هو الحافز الأول الى وجودنا هون كل يوم الى اللقاء صباح نغير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة